بدأت القوات العراقية اقتحام المدينة القديمة بالموصل الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش وقال قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب التي تقود الهجوم أن هذا الهجوم هو آخر فصل في الحملة لاستعادة الموصل وأتأمل القوات العراقية أن يكون هجومها الأخير ضمن حملة استمرت ثمانية أشهر لانتزاع معقل المتشددين وتعتبر المدينة القديمة آخر المعاقل المسيطري عليها من قبل داعش في الموصل وتقول الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف مدني ما زالوا محاصرين هناك في ظروف مروعة مع نقص الغذاء والماء والدواء وتضاء لفرص الوصول إلى المستشفيات